شكرا لفرح بعد عشرين عاما من استخدامها منطلقا لعملياتها العسكرية في أفغانستان ها هي القوات الأمريكية تعلن مغادرتها لقاعدة باغرام العسكرية وتسليمها للحكومة الأفغانية نهاية مرحلة كما وصفها عمر صمد السفير الأفغاني الأسبق في كندا وفرنسا والذي غرد قائلا هبطوا في باغرام في ديسمبر عام 2001 ضمن أول مجموعة عادت من المهجر للمساعدة في إعادة الإعمار لم يتوقع أحد وقتها ماذا سيحدث في الأعوام العشرين التالية من مكاسب وخسائر ومصير غامض كما يقول بعض السياسيين الأفغان أيضا رحبوا بالخطوة واعتبروها على طريق ما وصفوه باستعادة السيادة الأفغانية منهم الوزير السابق عمر زاكي الوال الذي يرى بأن الطريق لازال طويلا نحو تحقيق استقرار في أفغانستان عندما كتب السلام لا يبدو قريبا المضي قدما يعتمد على اتفاق القيادات السياسية الأفغانية لإدارة هذه الفرصة المنتظرة من أجل سلام دائم لشعبنا على حد تعبيره بالنسبة للبعض لم تكن باغرام مجرد رمز للوجود الأمريكي في أفغانستان بل كانت مركزا للتعذيب بحسب رأي الكثيرين هنا الناشط معظم بيج يتذكر ما تعرض له هنا قائلا في باغرام كان الجنود الأمريكيون يقيدوننا من أيدينا في أعلى الأبواب ويتركوننا لساعات في عام 2002 شهدت بنفسي مقتل اثنين من المعتقلين أجبروا على الوقوف بهذه الطريقة أما الكاتب عمران فيروز فأشار في تغريدته إلى ما سمها جرائم حرب وقال القوات الأجنبية ستترك أفغانستان وتفلت بجرائم حرب عديدة ضد المدنيين الأفغان طبعا مغادرة القوات الأمريكية لقاعدة باغرام تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه وطيرة الهجمات في البلاد وتستمر حركة طالبان في تقدمها عسكريا والسيطرة على مناطق جديدة برأي الكاتب شاشانك جوشي فإن طالبان تغلبت في هذه الحرب على الولايات المتحدة وعلى حلف الناتو إلا أنه يقول لم تتغلب طالبان بعد على الحكومة في كابل هناك الكثير الذي يمكن عمله لإبقاء هذا الوضع حتى ولو لم تكن الحظوظ جديدة تزايد طبعا أعمال العنف في أفغانستان قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي أمر يتطلب تحقيقا دوليا كما يطالب يان كوي المسؤول بمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي يقول نطالب الأمم المتحدة بتعيين مهمة لتقصي الحقائق بشأن الجرائم ضد المدنيين في أفغانستان بهذا نعود مرة أخرى إلى فرح ومتابعة بقية أخبار الظاهرة